حل مشكلة تغيير الحساب على تطبيقك الخاص فيسبوك اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال ضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه نافذة الخاصة هنا نقوم بنزل إلى الأسفل ثم بعد ذلك سوف نأتي إلى التطبيقات نضغط عليها بعدها سوف نأتي إلى نافذة التطبيقات نقوم بنزل إلى الأسفل للبحث عن تطبيق فيسبوك وبعدها نقوم بالضغط على فيسبوك هنا ثم نأتي إلى هذه النافذة لمعلومات التطبيق نقوم بالضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق وبعدها سوف نقوم بالنزول نضغط على مكان التخزين ثم سوف نأتي إلى مسح البيانات وبعد مسح البيانات نأتي إلى مسح التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بإطفاء وتشغيل الواي فاي لكي يقوم بتحديث التطبيق وهنا نكون قد انتهينا تسلس واشتراك وتضغط على إجازة لايك والتعقل في فيديو آخر إن شاء الله